السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله البنات سنقدم لكم واحدة وصفة بليشو كتجي من اروع ما يكون سجلوها عندكم لرمضان ستحتاجوها ان شاء الله ستفيدكم وصفة اقتصادية وبطريقة سهلة والنتيجة اكثر من رائعة فتابعوا معي الفيديو الى الاخير لا اعجبكم لا تنسوا اشتركوا في القناة لا تنسوا اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس كما تريد التواصلين بالنسبة للاول مكون في الوصفة والي هو الشو استغسلوا تنزولوا تلك الاوراق الفقنية وطوروهم جيد ثم نقطعوا الى قسمين او نحكوه في الحكاكة الغليضة على الشكل اللي تشوفوه معي انا عندي هنا دي شوه صغيرة نحكوها كاملة ثم نقوم ببصلة خضارية لدي واحد الجججية لبصلات خضاريات نقشلهم ونقطعهم الى شرائح وضعوا بضعها فوق النار نضع مقلات نضع مقلات نضع زيت نباتية نضيف قريبا 200 جرام للكفتة أو اللحم المفروم نضع مقلات نضيف البصلة نضيف مقلات نضيف مقلات نضيف مقلات نضيف نضيفها حمرة اللي كنقطعها رقيقة ونضيفها في المقلع وفي الاخير غدي نضيف ليشو اللي حكيته من قبل ونضيف المكونات ونضيف ليشو اللي حتى يطيبوا مزيان فبهالطريقة البنات كتب معنا بسرعة ما كياخدش لنا وقت كتير وكتجي لحوشو ديالنا ناشفة فغيتابوا معي الى الاخير شوفوا معي كيفاش كتجي والاهم انها كتجي لديدة بزاف ونضيف ليشو اللي حتى يطيبوا صافي هنا بعد ما طابوا جميع المكونات كنضيف شوية ديالتحمير وحد معلقة صغيرة شوية ديالكامون غير شوية القليل من الكامون من كتروش شوية سودانية وقليل من الفلفل اسود وحد معي القديل القصبر يابس الى عندكم ضيفوها ونخليها تقريبا واحد دقيقة فوق النار صافي غدي نضيف لها قصبر ومعد نوس لقطعتهم رقاق وكنتفع لها النار لانها بقى مازال غديتطيب مرة اخرى فالقصبر المعد نوس كيعطي واحد المدق رائع الحشوة ديالنا كيعطي واحد اضافة زوينة وبعد ما كسبرد لي البنات الحشوة كنزولها من المقلات كنضعف واحد البور اللي غنخدم بها ثم كنضيف لها معلقة ديال الهريسة مع شوية ديال زيتو نقطع وهدو كيبقاوا اختيارين وحتى هما كيعطوا اضافة لهاد الحشوة هدي صافي وكنوضعوها يعني كنعمرو بها فبلا بغيتو نقدم لكم بها فاطا يرفع معي لكم الا تخلي ورير تعليقاتكم علاش لله كانتمنى الفيديو دلو ما يعجبكم الى عجبكم مرة اخرى البنات ما تنسوش ديرو اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش تواصلوا بكل جديد وما تساونيش البنات من اللايكات ديالكم لكي يشجعوني وتبا اختاجوا الفيديو مع الاهل والاحباب وإلى الليق